إذا ما قلنا جريمة فهي اليوم قضية تأدية اليمين هي جريمة بحق أعضاء مجلس النواب تأدية اليمين لمن؟ للبديل؟ للبديل على الرغم من البديل صديقنا وأخونا بس نحن نتكلم على القرارات وأعضاء مجلس النواب القضية الأخرى مجلس النواب لحد الآن لم يجد نفسه هو ممثل للشعب العراقي ممثل لمن؟ ممثل الأحزاب والكيانات ويمثل نفسه توجهاء الشيء المحيط به ولا أسألك بالله هل من المعقول الشارع العراق اليوم كلهم كانوا أنا كنا سمعنا 90% 80% عام 75% سمعنا كل قضية أعضاء مجلس النواب بأن موضوعهم الأول والأخير هو عادة صرف الدولار الدولار راجعي للـ 119 اليوم أريد موقف أريد بيان يعني لما نصير قضية بسيطة طفيفة تخدش مشاعرهم الرقيقة في بعض الأمور من هنا وهناك يطلبون جلسة مجلس نواب طارئة ويقطعون العطلة أنا كنت أتوقع العطلة يقطعوها والله العظيم في قضية التفاق قضية أخرى وجود المحافظ لحد هذه اللحظة محافظ البنك محافظ البنك على الرغم من أنا سمعت سمعت تدري الأمور السماعية بأن هناك بعض القيادات داخل الإطار داعمة لبقاءه عجيب وأنا أعتبر محافظ البنك أولا 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 أتمنى من هذه القيادات أن نتراجع نفسها قدام الذات وقدام الضمير وشرف الذات هل سيجوز من أحد يدر بك جوال عباية لا أحنا ندر بك ترى وما تشوف وأعرفكم والله يجوز أثنينكم أعرفكم بس أتمنى أتمنى تراجعون نفسكم لأن معقولة بس هذا الشخص بالأمس اتهمناه جميع الاتهامات واليوم نجي نشبقه ونحضنه وثاني شيء الأعذار من الرئيس الوزراء بالإطار الأعذار من الرئيس الوزراء بالأمس إحنا نكذب الآخر من يتكلم به وهي قضية بأن البنك المركزي هو المسؤول وكذا أنا أذكر أحدهم قال شنو البنك المركزي هو المسؤول احنا اللي صوتنا عليه احنا الجبناه شنو هذا منو ذاك منو هذا اليوم شنو